التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنتش منجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استعداد مصر لتوفير التسيرات والحوافز اللازمة بهدف الإسراع بتوطين صناعة السيارات في مصر مشددا على ضرورة أن يكون هناك خارطة طريق بتوقيتات محددة لإنشاء مصانع للسيارات في مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر حيث طلب رئيس الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع مستثمر صناعة السيارات لاستكمال هذه الخطوات وأيضا تحقيق ما يتطمح إليه مصر من توطين هذه الصناعة المهمة علق الاتحاد الأفريقي عضويات الجابون بعد أن استولت مجموعة عسكرية على السلطة في البلاد واتخذ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أول خطوة بتعليق مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد وأجهزته ومؤسساته لحين عودت النظام الدستوري في البلاد من جنيبها نددت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إكاس في بيان باستلاء المجموعة العسكرية على السلطة مشيرة إلى أنها تعتزم عقد اجتماع وشيك لزعماء دول المنطقة لتحديد كيفية الرد أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر تعلق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق العمليات العسكرية وعلنت وزارة الداخلية في بيان نقالة الإذاعة الوطنية أنه نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا مدد مجلس الأمن الدولي تفويد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفل لمدة عام بعد مناقشات تمحورت خصوصا حول حرية تنقل الجنود الدوليين وأرجاء التصويت الذي كان مقررا الأربعاء لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات الخميس قبل ساعات من انتهاء تفويد القوة التي تشكلت عام 1978 وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان ويمدده القرار الذي عتمد بغالبية 13 صوطا مع امتناع روسيا والصين وتفويد اليونيفل حتى 31 من شهر أغسطس 2024 قال رومان ستارفيت حاكم منطقة كورسك الروسية إن طائرتين ومسيرتين أوكرانيتين هاجمت بلدات كورتشوف التي تضم محطة للطاقة النووية في وقت مبكر من صباح اليوم وأضف أن خدمات الطوارئ تقيم الأضرار التي لحقت بمبنى إداري وآخر سكنية جراء الهجوم وفي موسكو قال سيرجي سوبي عبنين رئيس بلدية العاصمة على تطبيق التليجرام إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة كانت تقترب من المدينة صباح اليوم وأضف أن الطائرة المسيرة سقطت بالقرب من جنوب شرق موسكو أعلن الجيش الباكستاني أن تسعة جنود قتلوا عندما فجر مهاجم انتحاري على دراجة نارية نفسه بجانبه قافلة في شمال غرب باكستان وأفد الجيش الباكستاني أن خمسة جنود آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة بانو لفتا أن قوات الأمن توقعت المنطقة هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم طلب البيت الأبيض من الكونغرس الأمريكي التصويت سريعا على تمديد تمويل الحكومة تجنبا لحصول إغلاق في الولايات المتحدة في غضون شهر وهو شلل قد يصيب الإدارة الفيدرالية بكاملها وقالت مدرية الميزانية في البيت الأبيض في بيان إنه من الواضح أن تمديد قصير المدى سيكون ضروريا الشهر المقبل من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبير إن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى تمويل برامج مهمة للأمريكيين وتلبية احتياجات عاجلة مضيفة أنه من دون تصويت سريع قد تصبح برامج للمساعدات الغذائية في خطر أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتوجه إلى فلوريدا صباح السبت بعد مرور المدمر لإعصار إيداليا على أراضي الولاية وقد تسبب إعصار إيداليا في ارتفاع قياسي لمستوى المياه وفايضانات واسعة في النطاق في فلوريدا ووصل أيضا طريقه المدمر على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة في شكل عصفة استوائية